اهلا بكم من جديد افتتح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان مركز تدريب ريادة الأعمال وذلك في إطار حرص الوزارة على مساندة وتشجيع الشباب البحريني على دخول مجال ريادة الأعمال وتأسيس وإدارة مشاريعهم الخاصة بهم وأقام مركز تدريب ريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرا لقاءات تعريفية للبرنامج لعدد من الباحثين عن عمل الراغبين في دخول مجال ريادة الأعمال حيث سيتم البدء بتدريب خمسين مواطنا باحثا عن عمل من المسجدين لدى الوزارة كدفعة أولى ليكونوا أصحاب مشاريع ريادية كخيار بديل عن التوظيف وأشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمبادرات الشباب البحريني وإقبالهم على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإدارتهم لمشاريعهم الخاصة بهم حضر سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين مراسم توقيع اتفاقية امتياز مدتها خمس سنوات بين شركة مطار البحرين وشركة زين البحرين وذلك لتشغيل شركة زين البحرين منفذة تجزئة بمبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي حيث ستوفر مجموعة واسعة من أفضل منتجات الاتصالات والخدمات عالية الجودة في المنشئة الجديدة ليظل الزائرون الدوليون على اتصال بذويهم وأعمالهم أثناء إقامتهم في مملكة البحرين ومن جانب آخر وقعت شركة مطار البحرين اتفاقية الامتياز التجاري مع شركة البيك أحد أشهر سلاس المطاعم الخدمة السريعة في المملكة العربية السعودية وذلك لتشغيل وإدارة مطعم البيك في مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي تود بورصة البحرين إشعار المساهمين والمستثمرين بالتعديلات التي تمت على التواريخ الرئيسة للإطار الزمني المتعلق بمقترح التوصية بتوزيع الأرباح حيث تهدف هذه التعديلات إلى إتاحة المرونة والوقت الكافي للمساهمين في اتخاذ قرارات بيع أو شراء للأسهم بعد المواقفة على المقترح عند العقاد اجتماع الجمعية العامة وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبدلها بورصة البحرين لتطوير سوق رأس المال في مملكة البحرين وفيما يتعلق بقواعد الإدراج الصادرة في الثالث عشر من شهر يناير عام 2020 والتحديثات التي تمت مؤخرا وفق معايير مصرف البحرين المركزي للإفصاح حققت مجموعة البركة المصرفية المجموعة المصرفية الإسلامية التي تتخذ من مملكة البحرين ما قرر لعملياتها صافي دخل عائد لمساهمي الشركة الأم قدره 21 مليون وتسعمائة ألف دولار أمريكي للربع الرابع من العام 2019 وتعقيبا على أداء ونتائج المجموعة خلال العام 2019 قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية سعادة الشيخ صالح عبدالله كامل إن نتائج المجموعة جيدة للغاية خاصة أن جميع الوحدات المصرفية ساهمت في تحقيقها نظرا لتمتعها برسوخ قوي في الأسواق وأداء مالي سليم ومتنامي ومن جانبه قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الأستاذ عدنان أحمد يوسف إنهم وصلوا خلال العام 2019 التركيز على تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي على مستوى المجموعة والوحدات المصرفية وأنهم يعتزمون إطلاق عدد من المبادرات التي تبرز الدورة الريادي للمجموعة في تدسيدي هذا التحول والآن نترككم مع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم بدون أي تغيير عن معدل الأقفال السابق مغلقنا التداولات عند مستوى 1668 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين و 66 ألف سه بقيمة إجمالية تجاوزت مليون و 115 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 82 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7982 نقطة بانخفاض بنسبة 0.31% وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 5041 نقطة بارتفاع بنسبة 0.17% وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4197 نقطة بارتفاع بنسبة 0.14% عقدت في الرياض ندوة أولويات الضرائب الدولية وذلك على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية وقال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان إن المملكة فاخورة باستضافتها قمة العشرين وتتطلع للعمل مع شركاء قمة العشرين لإيجاد الحلول للتحديات القادمة وكشف الوزير الجدعان عن توقيع أكثر من 6 ألاف اتفاقية تعاون ثنائي تمثلت في السلطات الضريبية حول العالم يعملون على الاستفادة من التبادل التلقائي لآليات المعلومات حيث تم تبادل المعلومات حول 50 مليون حساب مالي بنهاية عام 2019 وذلك بقيمة بلغت أكثر من 5 مليارات يورو وتم تحديد ما يقرب من 100 مليار يورو من العائدات الضريبية الإضافية بفضل آليات الالتزام الإرادي والتحقيقات ومن جانب آخر قال مصدر دبلوماسي من دول مجموعة العشرين إن المسؤولين الماليين لدول المجموعة اتفقوا على صياغة بيان ختامي يتضمن الإشارة إلى تغير المناخ وجاء الاتفاق بعد التوصل إلى صياغة توافقية للتغلب على اعتراضات الولايات المتحدة على مسودة سابقة أشارت إلى مخاطر الاقتصاد الكلي المتعلقة بالاستدامة البيئية أظهرت تقديرات مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.19% من عام 2019 مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي المرتفع بنسبة 1.1% والقطاع النفطي الذي نمى بنسبة 7.16% نتيجة الزيادة المرتفعة في إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات التابعة له وأدى ارتفاع الأنشطة غير النفطية إلى زيادة مؤشرات سوق العمل حيث اكتسب التوظيف في القطاع الخاص المزيد من الزخم بنمو على أساس سنوي بنسبة 2% في الربع الرابع وهو أعلى نمو في الأرباع السبعة الماضية وتم توفير 38.765 وظيفة جديدة على أساس صاف في الربع الرابع من عام 2019 ترجمة نانسي قنقر قامت وكالة ستاندرد أند بورز بخفض تصنيفات لبنان من سي سي إلى سي 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 توقعا لعادة هيكلة الدين مع نظرة مستقبلية سلبية مرجع نظرتها السلبية للبنان إلى احتمال خفض التصنيف مجددا إذا تخلفت الحكومة في سداد مدفوعات الفائدة أو أصل الدين لا سيما في ضوء الضغوط السياسية والمالية والنقدية القائمة كما وتوقعت الوكالة نشوء صعوبات سياسية في سداد مستحقات الدائنين في عام 2020 بسبب الاضطرابات الاجتماعية في لبنان والانكماش الاقتصادي واحتدام الضغوط على السيولة في القطاع الخاص النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل الهند تكتشف حقول ذهب بها احتياطيات تتجاوز ثلاثة آلاف طن في كبرى ولايات البلاد قالت رأسة الوزراء في بريطانيا أن المملكة المتحدة ستؤكد رغبتها في التوصل لاتفاق تجاري على غرار اتفاق كندا مع الاتحاد الأوروبي لدى بدء المحادثات الرسمية الشهر المقبل وبدأ سريان الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وكندا بشكل مؤقت في عام 2017 ويستبعد معظم الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة بين الجانبين ولكنه لا يفعل شيئا يذكر لتسهيل التجارة في الخدمات المالية وهو أمر غاية في الأهمية بالنسبة للاقتصاد البريطاني قالت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الاقتصاد الصيني سيعود على مسار النمو الطبيعي بالربع الثاني من العام الجاري مع التعافي من تبعات فيروس كورونا وفي سيناريو صندوق النقد للقدرة على احتواء الفيروس فأن النمو الاقتصادي الصيني سيعود إلى المسار الطبيعي بالربع الثاني من العام الجاري غير أن الصندوق خفض من توقعاته لنمو الاقتصاد بالعام الجاري بنحو أربعة من مئة في المئة مقارنة مع التوقعات السابقة التي أعلن عنها الصندوق في يناير الماضي لتبلغ وطيرة النمو المتوقعة خمسة وستة أعشار في المئة اكتشفت الهند حقول ذهب باحتياطيات تتجاوز ثلاثة آلاف طن في ولاية أوتار براديش كبرى ولايات البلاد من حيث عدد السكان وأفادت رئيسة إدارة التعدين في الولاية روشان جاكوب أن إدارات على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات اكتشفت آثارا للذهب في منطقة سومبا هادرا في الولاية الشمالية بعد أن أجرت مسحا للمنطقة على مدى أكثر من عشر سنوات وتابعت قائلة أن الولاية تسعى الآن للحصول على تصاريح من الجهات المعنية بالبيئة والغابات قبل أن تطرح الاحتياطيات في عطاء